موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم نبدأها من صحيفة السندي تايمز التي نشرت مقالا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيفية تعامله مع العقوبات التي قرر الغرب فرضها على بلاده تقول الصحيفة إن بوتين محاصر ومجروح وهذا ما جعله خطيرا وتذكر الصحيفة أن بوتين يعتقد أن لا ينبغي الخوف من التهديد وشبه ذلك بالكلب الذي يشعر بخوف الناس منه فيعض ولذلك يوصي بوتين بالهجوم على مصدر التهديد فهو يرى السياسة عراكا كلاب فلن يتراجع ليتفاوض الآن وتضيف سندي تايمز أن بوتين لم ينشأ على الاستراتيجية السوفيتية لأن مظيفته في جهاز المخابرات كي جي بي كانت مكتبية وهو من الجيل الضائع في روسيا لا يؤمن بأي شيء لا بالشيوعية ولا بالديمقراطية وتتسأل الصحيفة عن الكيفية التي سيرد بها بوتين هل سيجتاح شرق أوكرانيا؟ وتجيب بأن وزراء بوتين لا يعرفون ما الذي سيقوم به أما ما نعرفه نحن فهو أن بوتين لم يتراجع أبدا فهو يضرب عندما يكون تحت الضغط مثل ما فعل مع الملياردير ميخايل خودروسكي عام 2003 وبعدها عندما اجتاح جرجة عام 2008 توفي والد بوتين وليس له زوجة إذ طلق أم بناته التي لا يعرف أحد عنه شيئا والأرجح أنه هنا في الخارج ولكن هناك امرأة في بيتروسبورغ لا يزال بوتين يتردد عليها كرجل وليس كرئيس إنها فيرا جوروفيتش معلمته يوم كان طفلا ينادونه باسم بوتكا تذكر المعلمة عن بوتين الطفل أنه كان يرد فورا على من يؤذيه مثل القط يتعارك بيديه ورجليه وأسنانه نواصل مشاهدنا مع صحيفة يدي عوت أحرنوت الإسرائيلية التي نشرت مقالا في افتتاحيتها بعنوان ردوا بهدوء على تهريب الأسلحة في الجولان قال فيه العبوات التي زرعت على الجدار الحدودي بين إسرائيل وسوريا هي والدة الغارة على قافلة السلاح لحزب الله والتي تعزى في الصحف الأجنبية لإسرائيل ومثل ما يمكن التقدير فقد رد حزب الله وفعل ذلك هذه المرة من الحدود السورية كما أن رد إسرائيل لم يتأخر في الوصول وعقب الأسد في شكل هجوم هو ردعي أكثر مما هو ضار ولكن هذه الأحداث من شأنها أن تدفع إسرائيل إلى منحدر سلس نهايته لانجرار إلى الصراع المدرج بالدماء الجاري في سوريا وغضو خط الحدود في هضبة الجولان الذي كان هادئا على مدى أربعين سنة أن يغضو صاخبا وعنيفا القتال الإسرائيلي ضد تهريب السلاحي يجب أن يستبر وهو بمثابة استثمار للمدى البعيد سيوفر حياة الكثير من الناس غير أنه مثل كل استثمار توجد فيه مخاطرة أيضا لدى إسرائيل سلة أدوات واسعة تسمح لقادتها بالمرونة عند اختيارهم طريقة العمل من أجل السماح للطرف الآخر بأن يتواجد في مجال النفي بمعنى أن ينفي أنه اعتدي عليه والامتناع عن التدهور لقد استدعى القتال ضد تهريب السلاح مؤخرا نموذجين مختلفين المعالجة لسفينة السلاح كولزي التي تستدعي ظاهرا التعاطية مع إيران وسوريا والغارة على قافلة السلاح لحزب الله المنسوبة لإسرائيل على الحدود السورية اللبنانية وكلتهما عمليتان صاخبتان يصعب إخفاؤهما وبالتالي فإن نتائج العمليات المنسوبة لإسرائيل تجسد حاجة قيادة الجيش والدولة إلى الاختيار في كل مرة للأداة السليمة مع مراعاة قذرة الطرف الآخر على النفي وهكذا تقلص الخطر أما الهجوم على أهداف في سوريا ردا على زرع العبوات فهو منطقي ظاهرا فالعبوات زرعت على الحدود والأسد تعاون وبالتالي سنعاقبه كي نردعه غير أن هذه الخطوة تنطوي كما أسلفنا على مخاطرة عالية ومن شأنها أن تجر إسرائيل رغم أنفها إلى تدخل في الحرب في سوريا كما أنه من الصعب الافتراض بأنها ستردع الأسد ولهذا فإنه من غير المتوقع أن تحقق الهدف إذا كان ممكن ردع الأسد فينبغي ردعه عن نقل السلاح إلى حزب الله وهكذا الامتناع مسبقا عن كل المواجهات حول تهريب السلاح ومع ذلك في الماضي نقل إلى الأسد من خلال مبعوثنا رسائل عديدة وحبذ تجاهلها يقاتل الرئيس الأسد على حياته منذ أكثر من ثلاث سنوات وأدت به عدم قدرته على إلحاق الهزيمة بالثوار إلى الحلف الدموي مع إيران ومع حزب الله ومع روسيا وقد فقد استقلاله وهو يعمل أولا وقبل كل شيء من أجل بقائه ورسائل الردع أو الهجوم على جيشه لن تؤدي إلى ردعه لأنه يعمل تحت تأثير إيران وحزب الله ويخضع لرحمتهما لدى إسرائيل قدرات عديدة سرية ومتنوعة ينبغي أن تستخدمها بذكاء كي تقاتل ضد تهريب السلاح بعيدا عن خط الحدود ومع مجال نفيا معقول وبالنسبة للجولة الحالية كان ينبغي احتواء الحدث منعا للتصعيد ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا لفايز سارة بعنوان الهجمة على الائتلاف السوري جاء فيه لا شك أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا يحتاج إلى نقد ونقد الائتلاف يمكن أن يكون متعددا ومتنوعا لأن الموضوعات الواقعة في حيز اهتمام الائتلاف هي موضوعات الشعب السوري لأن الائتلاف بما يحويه من تمثيل لقوى سياسية وشعبية وعسكرية وشخصية وطنية ظهر ونظر إليه باعتباره ممثلا للشعب السوري وهي صفة اعترفت بها عشرات من دول العالم بينها دول عربية وإسلامية أخرى أوروبية وأمريكية وهذا بين عوامل تجعل من نقد الائتلاف وأداء الائتلاف ضرورة حقيقية ينبغي أن تمارسا علنا عبر كل الوسائل المتاحة خاصة في الإعلام ورغم أن نتائج الهجمة تصب في هدف الرئيس هو السعي إلى تدمير الائتلاف وقياداته فإن المشاركين في الهجمة متعددون متنوعون وليس صحيحا أنهم جميعا من سدنة نظام الأسد وشبيحته والمنخرطين في إطار استراتيجية القتل والتدمير والتهجير التي يتابعها ضد السوريين إنما بينهم إضافة لما سبق أشخاص عديدون من السوريين وفيهم مقربون من الائتلاف وبعض من أعضاء فيه وأخرون كانوا حتى الأمس بين قيادات الائتلاف هدف سدنة نظام الأسد من الهجمة هو تدمير الكيان الرئيس للمعارضة السورية وشخصياته المنخرطة فيه أما هدف مقربي الائتلاف والأعضاء فيه هو مواجهة القيادة الحالية للائتلاف والتشهير بها وبمواقفها السياسية رغم أن مجيء القيادة وخيارات الائتلاف السياسية تمت بالوسائل والأساليب الديمقراطية وفق القواعد المتفق عليها وبحضور بعض أعضاء هذا الفريق من المشاركين في الهجمة أما القسم الثالث من المشاركين في الهجمة فهو الأكثر إشكالية إذ أن المنتمين إليه لا يجمعهم رابط إلى مشاركتهم في الهجمة بعض هؤلاء من أبناء الثورة الخلص والمخلصين الراغبين في الوصول بالثورة إلى غايتها النهائية في تغيير النظام ومناء نظام ديمقراطي جديد أساسه الحرية والعدالة والمساواة وهناك آخرون قلقون مما صار إليه الحال السوري في مجالاته المختلفة لديهم كل الرغبة في وقف التداعيات المدمرة والخلص من الوضع الراهن والبعض ليس لهم من مشاركتهم إلا رغبة في الظهور خلصة الأمر إن الائتلاف كيان من بشر يمكن نقده بل إن نقده يقع في باب الواجبات السورية وهذا مختلف عن الهجوم عليه بهدف تدميره وإن كان هناك من يتعمد ذلك بصورة مؤكدة ووظيفية فإن على المشاركين الآخرين التدقيق في مواقفهم ونتائجها وتغييرها وعلى الائتلاف نفسه أن يساعد في خلق بيئة مساعدة عبر الانفتاح والنقاش والشفافية والوقوف عند الأخطاء ومحسبة المرتكبين أيا كان حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدين وننتقل الآن إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت مقر لغسان شربل بعنوان قمة البيت المتصدع جاء فيه شاءت الصدفة أن أصل الكويت آتيا من الأردن وصدف مفيدة أحيانا تساعدك في خفض توقعتك المخفوضة أصلا فالصحفيون الذين درجوا على تغطية القمم العربية خصوصا في السنوات الأخيرة يعرفون أن أبرز ما في هذه القمم هو التذكير باحتفاظ العربي بقدرتهم على الاجتماع تحت سقف واحد على رغم تصدع البيت العربي وتداعي جدرانه يساعدك النوم في عمان على تذكر الملفات التي يسلم العرب بأنها تفوق قدرسهم على العلاج والاحتمال يستعد الأردن للتعايش سنوات إضافية مع المأساة السورية التي تعده بمزيد من اللاجئين فضلا عن رياح التفكك التي تطلقها في الإقليم يستعد الأردن أيضا لاستقبال أمواج جديدة من اللاجئين السوريين وسط الكلام عن تصاعد محتمل للمواجهة في منطقة درعة ويستعد في الوقت نفسه لدرء الأخطار التي يمكن أن تترتب على تقسيم سوريا أو تقاسمها بين السلطة والمعارضة لسنوات بسبب تعذر الحسم الكامل ولأنك جئت إلى الأردن من لبنان لا تستطيع تفادي الوقوع في المقارنات في الأردن سلطة قادرة على القراءة الواقعية للأحداث وكذلك على التحرك دوليا وإقليميا لإحتماء من شراراتها يتعارك الأردنيون تحت قبة البرلمان لكنهم يتحاشون الوقوع في العراق الدموي في الشارع في المقابل في لبنان سلطة متصدعة تقف حائرة أمام الاستحقاقات المقتربة فيما تواجه المؤسسات العسكرية والأمنية تدهورا يفوق قدرتها على الحسم أو الاحتمال وواضح أن رياح التفكك السوري أشد وطأة على لبنان منها على الأردن بسبب الاختلاف بين تركيبة كل من البلدين يمكن أن نضيف إلى ما تقدم الأخبار الوافدة من اليمن واحتمال تصاعد المبارزة الداخلية والإقليمية على أراضيه كما يمكن أن نضيف تزايد المؤشرات التي توحي بأن ليبيا تتجه إلى الانفجار بمواطنها والجرانها ويبقى الأهم أن رحلة عودة مصر إلى الاستقرار قد تكون بطيئة وشاقة بعدما ألقى المتصارعون هناك بكل أوراقهم في عمان لا تستطيع إلا أن تتذكر الضغوط التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس بسبب تله في إدارة أوباما على تحقيق تقدم ما على المسار الفلسطيني الإسرائيلي في موازات تطلعها إلى تقدم على المسار الإيراني وكل شيء يشير إلى أن واشنطن تطلب من عباس ما لا يستطيع قبوله أو احتماله في طريق إلى الكويت لا تستطيع أن تنسى السموم التي هبت على المشهد الدولي يتصرف فلاديمير بوتين بمنطق القوة والثأر تصرف في شبه جزيرة القرم كما تصرف جورج بوش في العراق على رغم الفوارق بين الملفين هذه المسألة ليست بسيطة وقد تضاعف التهاب الجروح النازفة في الشرق الأوسط وفي ظل هذه المشاهد تعقد القمة العربية إنها قمة البيت المتصدع ليست قادرة على اشتراح الحلول إنها تذكير بالقدرة على الاجتماع تحت سقف واحد على رغم ما أصاب السقف والجدران تذكير بحاجة العرب إلى يقظة عاجلة لحماية مصالحهم وحقوقهم ووجودهم ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث نشر مقالا لعمر قدور بعنوان سوريا كركام في زمن التفاوض إنه لقول مثل قلفي إذن بعد ثلاث سنوات تمخضت الدبلوماسية الأمريكية فقررت إغلاق سفرات النظام السوري وقلصليتي لديها الإجراء لم يصل إلى حد قطع العلاقات تحت ذريعة كونها علاقات مع الشعب السوري غير مرتهنة للنظام الحالي وكان قطع العلاقات الدبلوماسية يتخذ عادة كقطعة نهائية بين الشعوب قبل الإعلان الأمريكي كان النظام أوقف تقديم خدماته القنصلية فلم يبق عمليا من دور لموظفيه من دور لموظفيه سوى مهمتهم المعهودة في رصد المعارضين وإرسال التقارير الأمنية إلى دمشق لذا أتى الإعلان رد فعل على تجاوزه أثناء حدود اللياقة الدبلوماسية تزامن الإجراء مع دخول الثورة العامة الرابع لا دلالات له وقد يكون خاليا من الدلالات أيضا اتخاذه عشية زيارة أوباما للسعودية المعروفة بتحمزها لإجراءة عقابية شديدة في حق النظام وفق تصريحات أوباما المشاري إليها أعلى الإيرانيون استراتيجيون وغير متهورين لديهم نظرة عالمية ويرون مصالحهم ويتعاملون مع حسابات الربح والخسارة أتى ذلك في معرض رده على أيهما أخطر؟ أتطرق السني؟ أم الشيعي؟ معلوم أن حماسة أوباما للتطبيع مع إيران لم تخفف معارضة إسرائيل أو حلفائه العرب لذلك التطبيع أو المعارضة التي يلقاها في الكونغرس الأمريكي وهو يعول كثيرا على عقلانية القيادة الإيرانية لإثبات صواب رأيه لقد أشهر الروس في مناسبات عديدة عجزهم عن دفع الأسد إلى التنحي بخلاف عدم رغبتهم في تنحيه الأمر الذي لم يمنع إدارة أوباما من تحبيلهم وزر فشلها هي في الملف السوري مع تغاضيها الفاضح عن الانخراط الإيراني في الحرب وعن قدرة إيران وحدها على الإفاء بما هو مطلوب من روسيا في الحل السياسي ذلك لأن استراتيجية أوباما قائمة على استمالة إيران وانتزاعها من طموحها النووي وتحالفها الوثيق مع روسيا في الوقت ذاته ولا بأس إن تطلب نجاحها تحقيق إيران لانتصارات عسكرية في سوريا كنوع من إبداء حسن النية تجاهها غني عن القول إن إيران تكسب بسبب أهميتها المفرطة في استراتيجية أوباما وأيضا بسبب أهميتها للطرفين في حال تصاعد الخلاف الروسي الأمريكي غير أن ما تكسبه في سوريا لا يعد خسارة للإدارة الأمريكية فالأخيرة لم تستثمر رصيدا كبيرا ولم تكن سوريا من مواقع نفوذها يوما على العكس أتت الثورة السورية بمثابة هدية مجانية تضغط بها الإدارة على إيران مستخدمة إحجامها عن التدخل أو تقدم الدعم الملائم فحسب إذا ليس منتظرا أن تغير سياستها تجاه الملف السوري ما دمت المفاوضات مستمرة مع إيران فوق الطاولة وتحتها وماذا لو تحولت سوريا بأكملها إلى ركام في أثناء التفاوض إنه لقول مسل فقط أعزائي المشاهدين نقرأ في صحيفة العرب اللندنية مقالا لحواس محمود بعنوان روسيا لإسرائيل ونظام الأسد ضبط النفس وللشعب السوري الإبادة قلفي الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية مشين ومعيب ويدعو إلى الإشمئزازي والسخرية فروسيا التي دعمت النظام السوري منذ اليوم الأول للثورة وضربت عرض الحائط بثورة شعبية قامت من أجل الحرية والكرامة والعيش المحترم للشعب السوري دون فساد ودون قمع ودون استبداد وإهانة كرامة ولكن روسيا تبين للعالم إهانتها لكرامة الشعب السوري عبر أكثر من موقف ورأي وممارسة فروسيا لا يهمها انقطاع المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المحاصرين في حمص ودمشق وغيرها من المناطق لا بل تقف سدا منيعا بوجه القرارات الأمامية الدعية لإنقاذ المواطن السوريين من الموت جوعا وروسيا ساندت النظام في تجنيبه الضربة الأمريكية إثر استخدام السلاح الكيموي في الغوطة في شهر أبل ماضي عبر تأمين اتفاق تدمير الكيموي لكي يبقى النظام وتبقى المصلحة الروسية المشترات من دم السوريين الذي وصل إلى مستوى النهر النازف دون توقف إنها روسيا التي تتهم المعارضة بالإرهاب وتحلل إبادة الشعب السوري تحت هذه التهمة التي يراد بها الإجهاز على ما تبقى من هذا الشعب المقتول والمهجر والجائع بكل ما تعنيه معاني هذه الكلمات وكل هذه المواقف الروسية تتخذ ضد الشعب السوري لكن عندما يحدث أي تصادب أو اشتباك صغير ولو عن طريق الخطأ أو حتى قصف إسرائيلي لمواقع سوريا وهي عدوة الشعب السوري والعرم تتحول روسيا إلى دولة لطيفة وعاقلة ومهذبة وديعة فتتغير لهجتها تجاه إسرائيل إما أنها تصمت تجاه ارتكابات إسرائيل ضد الأسلحة والمواقع السورية أو تدعوها وتدعو النظام معها لضبط النفس وهذا ما دعت إليه مؤخرا بعد مقتل ضابط إسرائيلي وجرح ثلاثة جرود في الجولان إثر انفجار عبوة ناسفة إن إسرائيل التي غطصبت أرض فلسطين واحتلت أراضها عام 1967 وهدرت الكرامة العربية هي مدلة ندى روسيا بينما الشعب السوري هو الشعب العدو لروسيا أو الإرهابي المدان والمطلوب إبادته وتدميره ومنع وصول الغذاء والكساء إليه في وضعه المخنوق والمحاصر وهو الشعب الذي يستحق اتخاذ الفيتويات الثلاث بحقه لأنه أعلن ثورة الحرية والكرامة ضد الحليف السوري الذي تربطه به صفقات السلاح وبالتالي المصلحة المادية الجشعة الرخيصة أخلاقيا هذا الشعب الذي تفرح وترتاح إسرائيل لإبادته من قبل النظام السوري المدعوم روسيا هو الذي كان من المفترض أن يواجه إسرائيل ويعيد أراضيه المحتلة لأنه لم يبخل بأي شيء ماديا ومعنويا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وتجاه العلاقة السورية الروسية طيلة أربعين عاما مضت ولكن روسيا عوض الوقوف إلى جانب هذا الشعب وقفت مع النظام السوري الذي مارس كل الموبقات تجاهه وها هي روسيا تمارس ازدواجية المعايير بعدائها للشعب السوري ومسايرة وملاطفة إسرائيل نواصل معكم مشاهدنا وننتقل الآن إلى صحيفة المدن حيث كتب ميشيل كيلو مقالا بعنوان من الأمة إلى الطائفة قال فيه لو سألت شخصا ما في حقبة الخمسينيات وأوائل الستينيات أي قبل ابتلاء سوريا والعراق بحكم البعث عن رأيه في إيكالي مقاومة المشروع الصهيوني إلى طائفة من الطوائث لعتبرك خائنا وعميلا لهذا المشروع ولذكرك بمسلمة سادت في ذلك الزمن حتى سمت على أي شك وهي أن مقامة المخاطر صهيونية كانت أم إمبريالية خارجية أم داخلية لن تنجح ما لم تكن مهمة تنهض بها الأمة بجميع شعوبها ومكوناتها فالتحديات التي تواجه العرب كبيرة وجسيمة وهم في بداية نهضة هشة فإن لم يدافعوا عن أنفسهم بقوة الأمة بالقوة الأكبر والأكثر تأثيرا وفاعلية لديهم صار من السهل كسرهم والفتك بهم واليوم وبعد هزيمة المشروع القومي على يد قوى خارجية أبرزها الصهيونية وأمريكا وداخلية أخطرها حزب البعث السوري لا شغل لحزب الله غير إقناعنا بعكس ما تقوله الوقائع وهو أنه نجح كفصيلا طائفيا مسلح في تصدي للمشروع الصهيوني الذي قال قادته مرات كثيرة إنهم يرهنون وجود كيانهم بوجود الطوائف التي عليهم حمايتها وسيعملون لتحويل المنطقة العربية المحيطة بهم من شعوب في أمة إلى جماعات وجماعات طائفية تحكمها سلطات قوية تجاه داخلها ضعيفة حيالهم من طراز النظام الأسدي دعم الحزب الرئيس إلى جانب إيران ولعب الدور الأول في تأسيسه وتمكينه لبنانيا الذي ساعده على احتلال جنوبه ومنحه حق لانفراد به وإخراج القوى الأخرى منه لم يعدنا حزب الله إلى زمن طائف ترحب إسرائيل به وتعتبره مكونا أساسيا في صراعها من أجل البقاء والهيمنة بل أعدنا بالأحرى إلى زمن أنصاف وأرباع الطوائث زمن عصب طائفية منظمة عسكريا وأمنيا ترى في السياسة معركة تخاض بوسائل عنيفة أهمها السلاح يتم خوضها ضد الآخرين جميعهم لخلوها من تسويات دائمة ولضرورة أن تبقى مشحونة بالعنف والغلبة بما أنه لا يمكن للزمر والعصب الطائفية المسلحة أن تعيش تكبت مجتمعات بلدانها وتقمع وتقوض حركاتها السياسية وتمنعها من تجاوز انقساماتها الداخلية وبلوغ حد الاندماج ولوغ حد يتيح لها تجاوز ما فيها من ولاءات دنيا ولأن حزب الله يعي أن نجاحه الداخلي مستحيل دون مصادرة إرادة مجتمعه الوطنية وخيراته السياسية فإنه يتحدث غالبا لغة غير طائفية مقاومة وتحريرية من جهة ويعمل لتعبئة أتباعه في الطائفة الشيعية إلى أقصى درجة ممكنة ولتفكيك بقية مكونات مجتمعه بما في ذلك الشيعة الذين لا يوالونه من جهة أخرى لا عجب أن إسرائيل التي ترى في انتقال المجتمعات العربية إلى وضع أموي أو موحد الخطر الأكبر عليها تفضل الطائف مهما كان شكلها على أي شكل من أشكال التشكيلات المجتمعية الجامعة وترى فيها تكوينات تتعرض لعين المخاطر التي تهدد كيانها لا بد من دعمها خاصة إن كانت تابعة لسلطة طائفية تحكم بلدا مجاورا هو سوريا لا تستطيع خوض معركة كسر عظم معها يمكن ضبط سلوك حزب الله بالضغط عليها أو بالتفاهم معها الأمر الذي يجعل خطر الحزب على مجتمعه وبيئته أكبر بكثير من خطره عليها وينقر نشاطه واهتماماته من حدود لبنان معها إلى الداخل اللبناني والعربي حيث تلعب دور جهة قمعية وضبطية تخض معارك داخلية وفي الآوينة الأخيرة ضد سوريا لها مصلحة وجودية في التعايش دون صراع مع من تسميه العدو الصهيوني إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحاثة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم ألقاكم مجدة غدا إن شاء الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة